الحمد لله الحمد لله الحمد لله نصحني علم في مكة المكرمة أني أمر أتباعي أن يترك طريقة التجاني لأنها بدأة خرافة وكفر قالوا أنت نعم من قرأت واليكة يعلم أنك علم إذن لا نحتاج أن نتكلف ذهب إلى بلادك ونخرج ناسا من طريقة التجانية بل أنت أخرجهم منها نعم قلت له تكلم قل ما أردت أن تقول أتكلم أتى أنها كلامه قلت له ما هي الطريقة التجانية قال لا أدري من هو الشيخ التجاني قال لا أدري قلت ما هو الصواب أنا أعلم الطريقة التجانية ما هي وأعلم من هو الشيخ التجاني رضي الله أعلمهم جدا وأنت لا تعلم أحدا منهما تعلمني أو أعلمك قال نعم من يعلم شيئا هو الذي يعلمه قالوا ايضا سلني عن طريقة جامعة ولا تعلمني طريقة جامعة لاستخفار وثلاث وعنمي ولا الاذاية اينصح مسلم مسلما بترك الاستخفار لا الله يقول انا استغفر ربك قلتوا من كان معصوم من الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم وغفر له ما تقدم من ذنبيه وما تاخر وهو يقول اني لا استغفر الله في يوم سبينا مرة وفي رواية دني اتمرت قلتوا من كان معصوم من الذنوب يقدر أن يترك الاستخفار قلت لو أما أنا وأنت لا يبدلنا من الاستخفار قال نعم قلت لو والسلام على النبي الله يقول صلى عليه يقول رسول الكريم من صلى عليه مرة صلى الله عليه عسرا مرات ينصح مسلم المسلمان بترك هذا قلت لا قلت لو ينصح مسلم المسلمان بترك الا الى اللہ قلت لا قلت هذه هي طريقة الجامعة استغفار وصلاة على النبي ولا إله إلا الله يقرأوا صباحا ومساء إن قلت بلعة فالبلعة ما لم يأتي في القرآن ولا في الحديث أما الاستغفار قال الله تعالى وردنا أولا أعوذ بله من سلطان الرجيم قال الله فاستعني بله من سلطان الرجيم قرأة فاتحة الكتاب قال فقرأوا ما تحصل من القرآن استغفار وعن استغفروا ربكم السلام عليكم لا إله إلا الله فاذكروا الله ذكرا كثيرا لم يبق إلا تخصيصه صباحا ومساء سبحوا بكرة وأصيلا وبالقدوء والأسالي كل هذا بالقرآن تأمرنا بترك عبا قال لله اكتب لي كتابا توضح لي ما هي طريقة الجامعة الصحيحة حتى نعرف ما هو صحيح من الصقيم فالطريقة الجامعة هي هكذا استغفار وطخل وصلاة على النبي نبي باب الله تبارك وتعالى ولا إله إلا الله المراد ذكر الله ولا إله إلا الله لا معاني كما قلت آنفا قشر واللب واللب لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه هذا في حق العامة أما في حق القاسدين إلى الله تبارك وتعالى لا مقصود بحق إلا الله وفي حق الواصدين لا موجود بحق إلا الله الأول صاحب لا إله إلا هو والثاني صاحب لا إله إلا أنت والثالث صاحب لا إله إلا أنا وهذا الذي يذكر الله 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 كما أسمعكم تقولون إذن فذكر الله تبارك وتعالى نفتاح الولاية ذكر الله بداية الولاية والنهاية الولاية الذكر في البداية والذكر في النهاية أقول أن البداية في النهاية دائم والنهاية في البداية دائم حيث البداية حيث النهاية من صحة البداية صحة النهاية بدأنا أولا بلا إله إلا الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنا الله الله نرجع ونقول لا إله إلا الله وإن أحمد إليكم الله تبارك وتعالى حيث قلت أن محبتنا في ذات الله تبارك وتعالى فكنت أحبكم محبة ما كنت أغنعنا تقبل زيادة أبدا وازدادت كثيرا والحمد لله وإن أصدر الله تبارك وتعالى أن يجازيكم أمني كل خير أسأل الله تبارك وتعالى أن يكسر خيركم في الدنيا والآخرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يكسر مالكم وولدكم ويبارك في كل ما رفقكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يرسحكم عفية الدنيا وعفية الآخرة وأن يبارك في أرض موريتانيا عامة يبارك فيها ويحفظها من جميع الأفات والشرور ويحفظكم جميعا ويحفظ أولادكم بالإيمان وأن يرمع من خاصة خاصة أصحاب الشيخ التجامي في الدنيا والآخرة إنه على ذلك قدير وذلك على إباسهم اللهم صلي على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته